اشتركوا في القناة ولم يتضح حتى الان سبب وقوعه والى جانب مواصلة جهود الانقاذ تجري الشرطة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث ووقع الحادث صباحا في بلدة باد ايبلينغ الواقع على الطرف الجنوبي الغربي للمانيا قرب الحدود مع النمسا وتوجه العشرات من عناصر فرق الانقاذ الى موقع الحادث ونظرا لديق المساحة استغدم الطائرات الهولوكابتر لنقل بعض الجرحى الى مستشفيات قريبة وتم اغلاق المنطقة والقطاران المحليان تشغلهما شركة ميريديان وهي تابعة لشركة ترانس ديف الفرنسية لنقل الركاب وهي تشغل شبكة من القطارات والترام والحافلات في تسع عشرة دولة وبلغت ايرادتها في 2014 نحو 6.6 مليار يورو بينما تقع مسئولية خط السك الحديد على شركة دويتشبانا المملكة للدولة والخط مزود بنظام يجعل القطار يتوقف أوتوماتيكياً إذا ما تجاوز الإشارة الحمراءة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة